المترجم للقناة وركة وبقلة وفجل وحامض وبصل وبنادورة هالسلة بيا عشرة وعننا سلة الهنبي يلي فيها لعلنا تفاحة فيها بنخليها سلة الهنبي مع بنادورة وبصل وحامض وتفاحة اشطت بقلبها بس لحن نخليها اللي بياخد سلة الهنبي بتاع له تفاحة معا اليوم اكيد بنقول عنا جوز الجوز المفقه طعم كتير طيبة جوز عين الجمال من منطقة الشمال في منه ننفقه في منهم منهم ننفقه يلي بحب ياخد حالة نوع منهم موجودين عنا واكيد بنا نذكر انه عنا مكترات يلي عنا مكترات الكينة الزيتون الخبايزي العطر السيترونيل يعني كل هالأصناف نعنى على الجو نعنى على البري كل هالأصناف المكترات شغل أديار صاروا موجودين عنا يلي بحب يستعملون يعني قديمة متل ما كنا نذكر دايما كانوا موجودين بكل بيت وهلأ عم نرجع عن جديد نحكي عليهم كمان هالمكترات بس توصل على شوي نفقدة ع الدبس إلنا ايه دكر بدنا واحد دبس بليز كمان في عنا الكرام هالسلة يلي الكيلو بعشرة هالنوعية القطف جديد طعمي رائعة نعم نحكي عن الدبس لأنه بيعملوا منه يقصمة دايقوا يا مروان يقصمة ولا بقصمة لا اليقصمة مع التلج اليقصمة مع التلج يقصمة اوكي مع التلج بحطه مع شوية ماء صح دايقة دبس الخروب اللي بيعملوا منه أنا أكيد كيف لكان كيف لكان كنا عن زياد صاحبنا المشترك فوق أعمل لها هديك المرة بيعملوا مع سكر ومزهر كمان وليمون حامود ومع جروندين مع كمان دبس الرمين بيعملوا حيلا بيطلع كثير طيب أو الشراب الورد كل حسب ممكن ممكن نجيب لك شيطون تلج وصيروا تعملها عندك مثلا كيف لكان أكيد هلا بنقوله صديقنا زياد أبو جاودي بفقرة خلي معتنا شوي زياد شيطون تلج بطك مش أكثر رائع عن جد عملنا ما بلحو يصل لهم بذوبه ونعملها فوق دقرة نعمل حلقة من فوق عبدو هيدا الدبس عم نحكي عنه دايما يلي نوعيته رائعة عن جد وعب يكون أكيد بعد الفحص نوعيته جيد جدا تعرف أكثر يد في أصناف دبس بتكون منا كتير مزبوطة فلازم ننتبه على دبس الخروب لأنه بيعطي زياد الطعام لو كان مخشوش بقطر بيعطي زياد الطعام هون لازم ننتبه بعدين عم بيقوله ممكن نعمل من دبس العنب مع ماء الزهر كمان بيقدر يعملوها كمان معقول كتير في كمان في أوقات كتير بمناطق الشوف في عندهم دبس العنب بيسخنوها شوي تتسير بعدين بيحطوا مع ماء مساقة وبتشربها طلع كتير طيبة فينهم كمان بيشربوها مع ماء سخنة بيسيلوها بشوها مع ماء سخنة فبطريقتين بتنعمل ادوقونا يهون بيشوف كانوا كتير طيبين نعم الحامود لتنين كيلو اليوم بي عشرة واكيد الليمون عم جرب قد ما فينا نحافز على هالنوعية الليمون نوعية الحامود وتعرف بغلى الحامود والليمون وجرب قد ما فيها نكون عنا الأسعار الحلوية كمان لتنين كيلو بي عشرة هالنوعية الكتير مرتبة واكيد ما لازم ننسى رب البناظورة ورب الحر والسوستومات هالنوعية رائعة الطيبة كتير واللي كل يجرب الرب البناظورة من عنا عارف قديش هالنوعية الرب تمد أكتر وبتعامل طبخات أكتر لأنه معمول عنجد مية بالمية بمنطقة عنجر بطريقة تقليدية الطيبة الكعك الأرمني سبيسياليتي أرمنيان هيدا الكعك يلي تاهينو ناطس يلي الكعك الخبز بطحينة مع الكتا والكعك الحلو والكعك المالح والنزوك كمان هالأصناف كلها موجودة عنا نقولها مرسي لما دام بيزة دايما تهتم فينا ودايما بدنا نذكر الاشياء اللي بيبسينا مثل نعنع اليابيس الزعتر الورق الغار كمان كل هالأصناف نقول مرسي كتير لأبونا الشراب اللي عبيهتم فينا الرومرة كليل الجبل والمليسي والشاي الأخضر أو السيدرونيل بردون مش الشاي الأخضر كمان هالأصناف كلها موجودة عنا وصار في عنا أصناف جديدة شغل منطقة عينتورة لهن شراب الحامض يعني غير النوع كده نعمله قبل وكمان شراب البصفير هالأصناف شغل منطقة عينتورة المتن منهم يعطيهم العافية وكمان شراب الورد هالنوعية طيبة كتير كمان شغل منطقة عينتورة وما لازم ننسى أبدا لكارو الحمبلس يلي شوي صرنا الليل ما عم نلاقيه كمان شغل أديار نوعية جيدة جدا أكيد كل هالأصناف موجودة اللي بحب يشرفنا أهل وصالة فيه فريق بيت الزراعة من قلبه رب دايما موجود لحتى يخدم الجميع ومنقول مرسي للناس يلي عم تجملنا كياسة وكمان عم توفر على البيئة وعلينا أنا هيدا كل شي عندي يا عبدو ما رح طول كتير حتى ما ننطيع الكهرباء ونطلع على العطم فنقل لكم نهاركم سعيد وميرسي كتير نهاركا سعد يا مروان وشكرا لك يلا جايين لندوق الدبس مع التلج